استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر سموه بزعبيل صباح اليوم رؤساء الفارغواي ومونتينيجرو وكوستاريكا والوفود المرافقة لهم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي عدد من المواضيع المتصلة بالتعاون الثنائي ناقشها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرئيس هوراسيو مانويل كارتاس رئيس جمهورية البارغواي اضافة الى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وتشجيع القطاع الخاص في كل البلدين في اقامة استثمارات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الرئيس فليب فوجانوفيتش رئيس جمهورية مونتنيغرو والوفد المرافقة وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير افاق التعاون الثنائي بين الجانبين ومد جسور جديدة لشراكات استثمارية لا سيمة على مستوى القطاع الخاص اذ رحب الرئيس الجبل الاسود بالمشاريع الاستثمارية التي تنافذها جهات اماراتية في بلاده مؤكدا على اهمية هذه الاستثمارات لتأسيس شراكة استثمارية مستقبلية ذات جدوى اقتصادية تعود بالخير على مصالح البلدين والشعبين الصديقين واستقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الزراحة مدوي بعد ذلك الرئيس لويس جيرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كستريكا والوفد المرافقة الذي وجه دعوة رسمية الى سموه لزيارة كستريكا وقبلها سموه شاكرا وواعدا بتلبيتها في الوقت المناسب وتم تبادل وجهات نظر حول سبل تعزيز افاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي بين البلدين ودعوة القطاع الخاص في كل البلدين التواصل والبحث عن الامكانات والمقاومات المشتركة التي تسهم في بناء شراكة استثمارية مجدية تقوم على المصالح المتبادلة